عزيزي الطالب يا أهلا وسهلا فيك وبرجع بقول لك thank you so much للثقة اللي انت حطيتها فيي بحب أذكر في بعض الأشياء بكل تواضع أنا معي خبرة 16 سنة في 16 سنة كان مرات يكون فصلين كان يكون فصل كل سنة كان يمر علينا توجيهي مرة مرتين وثلاثة تمام تاني اشي معي master's degree في اللغة الإنجليزية وأدابها بمعدل جيد جداً اللي هو 3.67 وكمان عندي baccalorius بمعدل اللي هو 81.4 والتوجيهي نفس الاشي الحمد لله اللي هو 81.8 لذلك بشكرك لأنك مش عم تختار الأسلوب اللي بيكون كتير متدني مش عم تختار إلا الأسلوب العقلي أسلوب الفهم والحل أسلوب الفهم والحل الدليل الله خلقه عشان أشوفه وأفهم رؤية بدون processing ما بتفيد زي اللي بروح يركب السيارة بدي يحط هيك وشاف الأب وبيدعس بنزين بديدعس بنزين وهو ما بعرف بدي أسوق بدون ما أستخدم عقلي ما بزبط ورجين إشي في الدنيا كلها بزبط إنك تعمله بدون ما تستخدم عقلك ما بزبط أنا ما حطيت على الوحدة الثانية عشان المخرج ما يشيلها يفكرني إنه أنا مثلا بعمل هيك لا بدي إياك تروح معي وتشوف الوحدة الثانية أستاذ رح نطلع كتير كتير رح نخلص كتير من الوحدة الأولى اطلع 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 أنت بيدك طبعا تقليبها بسهولة رح يجي عندك أنت هسه جداول وبعد الجداول هادي بيكون إيش هاي الجداول لسه طبعا بدي أحرك أنا كتير بدي أنطلق أنا من رقم الصفحات أنزل لبعد إيش المية وإشي هذا كله إيش هذا كله explaining possibilities هذا الفي كلوز وبعدين هلأ فجأة بتيجي لصفحات مليانة إيش مليانة خطوط اللي هي writing بالعمدة كله خليته عشان أورجيك وين إحنا بدنا نط ندرس هاي صفحات الwriting لا هاي صفحات الwriting عشان أورجيك وين بدنا نط ندرس من الوحدة الثانية بكمل أكتر 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 بدي أوديك على الوحدة الثانية على قواعدها بدي أعطيك ال past perfect continuous مع أنه مش مطلوب منك في الوحدة الأولى بس بدي أوديك هناك لأنه سهل دراستهم مع بعض يا سيدي العزيز طيب هايو برجع عليه أسهل دراستهم مع بعض هلأ أنت بتقدر كل الحكي اللي حكيناه تنساه وتعتبرون أنه أنا بلشت معك من جديد عم بقول لك عن إشي اسمه الماضي التام المستمر عم بقول لك عن إشي شكله هاد زائد بين زائد verb ing مش verb 3 كل حدا بيحكي أستاذ الهاد والهاف والهاز بيجي ورهم verb 3 بقول لك صح كلامك هاي الverb 3 اللي هو بين لذلك البي هون كمان حبيبي بدها إيش بدها verb ing فهون القواعد مهما كانوا وراء بعض بيكونوا قواعديا صح هلأ شكله يخوان هو إيش هو حدث بدأ ماشي هو حدث بدأ في الماضي واستمر قبل حدوث حدث آخر وكلاهما في الماضي شي كان يحدث كان يحدث I had been running before she came تمام بحب أوضح لك أستاذ أنه هذا إشي كان عن بحدث مبارح I had been running قبل ما هي تيجي لش ما حكناش I was running ما بدي استمرارية بدي أرجيك أنه أنا كنت أركض قبل ما هي تيجي أنا هون يا حبيبي العزيز كنت عم بعمل إشي لفترة من الزمن أنا بقول لك I had been studying أنت بتقول لي I had been studying أنت بتقول لي الله يعطيك العافية تمام أنت بتقول لي الله يعطيك العافية أنا بقول لك والله I had been teaching in وتد before she came والله كنت بدرس في وتد قبل ما هي تيجي هيك أنا بقول لك آه والله أعدت معي تطولت زهقتني أنت بتقول أوه الله يعينك because had been teaching عم بركز لك على المدة مش محتاج تفهمه أنت هذاك حدث صار وانتهت وضيت قبل ما أصلي هذا حدث لا استمرك كنت أسمع للموسيقى قبل ما أنت يجيت وكلهم في الماضي تمام هلأ اللي بهمك هون يا حبيبي إنك تميز إنه هاد له نفس دلائل مليون زمن إذا بتطلع since وfor بنفعوا للpresent perfect when بتنفع للpast continuous before بتنفع للpast perfect اللي أخدناه قبل هذا how long وall day بنفعوا للpresent perfect continuous المضارعين تابعون الوحدة الأولى always مضارع بسيط only مش كتير never مضارع بسيط وتام ever still للمضارع مستمر just أستاذ مش فاهم أنا بحكي لك في هذا الزمن يا حبيبي الدليل غير مهم الدليل حاجة secondary ثانوية إيش المهم؟ المهم يكون verb to موجود عشان غصبا عنك تحل هاد لو ما كانش فيه verb to بتحل هابو هاز طيب اسمع علي يكون مع الفعل المجرد في آخر الجملة بي مرات أستاذ لما كانوا يجيبوا correct يعني قاعد تصحيح كانوا يحطو لنا هون بي مع الفعل كانوا يحطو لنا بي هلا هذا بطل يجيبوا أنا بدي افترض انه بطل يجيبوا تعال شوف كيف بحل وهذا سؤال هذا سؤال فيو حنكة اللي حطه كتير بفهم ما حطش فيو verb to ما حط فيو verb to حط هاو لونج انت قلت خلص مضارع طيب شو فيو أستاذ كيف ده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ عندي تفكّر؟؟؟ U ما بيزبط معها هاز يمكن يزبط معها هاد؟؟؟؟؟؟؟ U بيزبطش معها هاز U و الاسئلة الوزارية The tailors finished making Layla's dress a week before the wedding Finished ماضي They for more a month They ash They had يمكن They has بزبطش They has بزبطش They has بزبطش شهمت علي؟ إذن تعال نرجع لدرسنا عند الدلائل من الضروري معرفة الأفعال التي لا يمكن أن تكون مستمرة لذلك لا نستطيع استخدامها هذا مش كتير مهم لما كان الفعل صححه كنت الفعل اللي ما بيقبل الاستمرار ما بزبط تحط له هاد بين ing زي الفعل need يعني يحتاج want يعني يريد seem يعني يبدو هاي الأفعال أستاذ فاهم علي is أو was يعني يكون هذولا ما بياخدوا ing حبيبي ماشي هاي النقطة مش مهمة شوف لي هون طبعا انت انسى معنى لأنه فيش منه عندنا بالعربي اللهم انه حدث في الماضي هذا الحدث اللي في الماضي يا الصديقي العزيز كان يأخذ فترة الحدث هذا اللي في الماضي كان يأخذ فترة كان يأخذ فترة بعدين صار حدث ثاني بعد ما هو خلص تمام؟ you had been waiting here there for more than two hours when she finally arrived هي كانت بتستنى طلعوا لي هون أستاذ على المعنى had been waiting حلو؟ وهون أستاذي before she finally arrived تمام؟ وعندي هون كمان ايش؟ عندي دليل اللي هو ايش؟ when طيب في الخيارات هيكون عندك هون أشياء مضارعة وحيكون عندك هون ايش؟ had been أستاذ هون when هادي للماضي المستمر مش هيكون في من الخيارات was where زائد ing مش هيكون في where waiting لأنه بصير هيك معناها مختلف تماما إذا أنا بدي أختبرك في ال had been مع ing خلص أنا بختبرك بس في ال had been زائد ing مش هدفي أعطيك خيارين صح في أربع خيارات مش هدفي بصير السؤال غلط وبنحسب علامته للكل في حالة إنه في أستاذ بس بتضيف نت هاي أو بتضيف نت المختصرة انت حر فيها تمام؟ في حالة السؤال بس زي ما تعودنا أنا عندي السؤال بشكل عام الجملة العادية بتكون subject verb هاي هم بس إذا بدك تعملوا سؤال امسك هذا حطه ورا بصير عندك verb subject verb ماشي هذا فعل فبيصير سؤال بصير had you been waiting for more than two hours when she finally arrived هلا حبيبي تعال نشوف الحل هذا طبعا نفسه راح يكون محطوط في الوحدة التانية ماشي نفسه 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 نفس الفيديو correct the verbs between two brackets إذا بدك تعمل correct انت حر هاي الخيارات سوري هاي الخيارات يا سيد العزيز وهي عندي هون for ها إذا هو تام arrived إذا ماضي حلو لما بدي أجا حل بقول ماضي for إذا بدي يكون حلي ماضي زي الميزان had وعندي not had not been لأنه عندي B وبحط هون إيش waiting تمام؟ إذا جيت تتحل ضع دائرة انت حر you hadn't been waiting يمكن هاز بتزبطش لأنه في ماضي have بتزبطش لأنه في ماضي have بتزبطش لأنه في ماضي و have بتزبطش لأنه في فعل ماضي ما بزبط أستاذ إذا كان في فعل ماضي هون حلك بدي يكون ثلاث حلول يا أما بدي يكون was where هاي في كتير ناس رح يكيفوا عليها زائد verb ing حلك لازم يكون had زائد verb three حلك لازم يكون had زائد been زائد is زائد verb ing تمام؟ ركز انه had verb three وهذا ing شو اللي بيخليني أحدد مرات الدليل ومرات الخيارات تمام؟ مرات الدليل يعني هون ال when بدها تاخد هذا اللي خلاني أحل هيك الخيارات أو وجود ال b هون لو إنها مش موجودة بزبط أحل هيك مجرد ما شفت هاي ال b أنا بعرف إنه هو طالب هاي طيب فرضنا إنه كانت هاي مش موجودة من الخيارات أستاذ اليو بزبطش معها هاز وبزبطش معها have لأنه هذا ماضي يعطيني أي واحدة من هدول تعطينيش مضارع هادي فعل ماضي ما بزبط معها مضارع وهذا مضارع كمان بزبطش تمام حل كمان ضع دائرة يا حبيبي يجيت هون they be talked for over an hour before tony arrived في حسب شو بدك تحل بمسك هاي باش خبط لك على هاد لأنه بطل يجي زي هيك مع إنه أنا بحب الطالب يحل ع جميع الطرق they for over an hour حدد زمن هاي حددنا الزمن حدد عدد they بما إنه هون يا حبيبي verb to وشطب لي أي إشي مضارع تمام وشطب لي أي إشي مضارع بعد هيك تعال شوف عندي ماضي had been talking ولا had talking هاد الفعل غلط مش هيك تصريفه إذا غلطت واخترته في التصريف الغلط باخد صفر talk talked talked وهدول السألون نحن حلناهم هاد بظل هدية إلك خليني أنزل هون أحل أسئلة وزارية على ال rewrite صحيح الفعل I farang up at five o'clock all week so on Friday I was completely exhausted تعال شوف هاد السؤال لأنه في بي ووك وفي ماضي غصبا عني بدي أحط هون had وبدأ حط ال b تصير bean وبدأ تصير ايش waking up at five o'clock all week طبعا تنسوش شلت ال e لأنه بصير شي يصير waking هون by the time we arrived they had for an hour لاحظي أخوان أعطاك دليلين هاي في السنوات اللي كانت منيحة وسهلة arrived by the time بعدين أعطاني had هو لحال أعطاني إياها وبعدين أعطاني be يا الله كانت ما أسهلها طب تصير they had been بس لا تقولوا اضع دائرة أصعب لا هو هيك كان سهل بس على هذا الزمن talking عرفت علي؟ خلاص بكفي حل تعال روح نحل والله أشياء كتير أنا حاطط هدال حلوهم يا إخوان انتو تاركلك إياهم أنا كل بساطة هدول direct على الآخر وهدول من الكتاب عندي مثلا هايها woke up هاي ماضي وعندي four وعندي be فبروح ايش بسوي بقول we had been sleeping هدول ان شاء الله راح أحول جزء منهم على وين؟ على أسئلة اضع دائرة اللي راح نحلها بعد هذا المثال ككل عرفت علي؟ حاطط والله أشياء كتيرة صلاة النبي عني هدول بكونوا أسئلة كتاب وإيش أستاذ مش حاطط هون إيش بيش حاطط لك هون rewrite لأنه بكل بساطة النفي بحط له not والسؤال بمسك له هاد بحطها في البداية شكرا لكم هيك خلصنا إحنا أزمنت الماضي كلها اللي هي ماضي بسيط ماضي مستمر ماضي تام ماضي تام مستمر تبع لوحدة الثانية تذكر متهلأ في الوحدة الأولى راح نرجع نشرح زمنين للمستقبل عفوا راح ناخد الول والقوينغ تو ورح ناخد الزمنين تابعون الوحدة الثالثة وبرجع بحط لك ياهم هناك أستاذ انت هلأ اليوم مخلص نصف قواعد الوحدة الثانية وانت هلأ الحصة الجاي والحصة اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها راح تكون مخلص تلات قواعد تابعون الفيوتشر اللي هم اتنين منهم هم قواعد ايش المستقبل اللي موجودين في الوحدة الثالثة لذا احنا ختمين للوحدة الثالثة فلذلك ما تخاف هدول الفيديوهات انا مش راح اتعب فيهم راح يكونوا موجودين اصلا في الوحدة الثانية ورح تكونوا موجودين نفسهم اللي انا راح اعملهم للوحدة الاولى بخصوص المستقبل حيكونوا موجودين بالوحدة الثالثة تحضرهم هيك مرور الكرام لانه ما بدي مخك يتغير وما بدي اغير تنظيم الوزارة للكتب والامور هاي شكرا اليك والله يعطيك الف عافية وان شاء الله فالك النجاح اشتركوا في القناة